التجربة مع محمد رمضان شايفة ازاي يمكن العمل ما كانش نقدر نقول من أنجح عمار رمضان بس طبعا كان عمل مميز جدا مش رمضان الممثل عمار رمضان بشكل عام فحابت تقول لي عن التجربة عن ذلك؟ أنا كنت سعيد جدا أني أشتغل مع محمد ياسين وأن أشتغل مع محمد رمضان ومحمد سعدي فالثلاث محمدات دول بالنسبة لي كانوا قيمة كبيرة فأنا كنت متحمس وحضرت كتير واشتغلت كتير وفي النهاية يعني هو الأدوار اللي من النوع ده الواحد بيحاول فيها يقدم حاجة مختلفة وبأبروتش يبقى بس فيه حاجة جديدة صغيرة لو ممكن فأظن بتحقق بشكل سينمائي كمان مع محمد ياسين فكتب بسوط جدا بس يمكن محمد ياسين كان ناس كتير تتكلمت عن فكرة أنه مكملش العمل لأخه هو العمل كان ليه ظروف طبعا استثنائية جدا وكدا ولكن تظل يعني يظل أثره وبصمته كد قوية جدا شايف اللي بيحصل مع محمد رمضان ده من ضخي؟ حافلة بسكندرية وفي نجم كبير وهو نفسه يستطيع أنا أفضل أتكلم على شغلي بس بصراحة يعني هو صديق لي ولوحد كترامو كده فأفضل أتكلم على شغلي بس انت ممكن تغني أفضل أعمال؟ بص أنا حاولت أن أغني حاجات بسيطة بس يعني أنا أبحث بالمطربين اللي هو عنده موهبة كده يروح نحن بقى لازم نقود نحضر للشخصية ونقود نكتبها فلا هي أظن يعني الموهبة اللي هي الأكثر قيمة كمان قيمتها كبيرة لو أنت لما تشوف بقى أنها الأكثر قيمة وأنه فجأة بقى أنت شو أجري ألا بديه؟ بقى كل واحد بقى دي يعني فكرة الترند وإيه المسلي وإيه اللي بيأكل دي دي حاجة دي حاجة عادية جدا خلوس حتعودنا عادية يعني في قد ناديه وأنا بتاع عشرين سنة في الموال ده طيب أنت شاف الناس يعني أنت معاني جابة مثل لما ديها الموضوع عمق كبير قوي وشاف أنه عاد زي لا ينجع يبقى القيمة بطنهار ولا هي زرايا وخنصة لا لا هي زرايا هي زرايا ما فيش مشكلة هجي نهزر يعني مش هنقفش على بعض طيب لو فجدت من بطل أنت شو أجري بيمثل معك؟ بالله مش عارف يعني لو في حاجة لزيزة طبعا في الآخر أنا اللي همني أنه أعمل حاجة ليها قيمة وعمل حاجة كويسة وبعمل شغل أنا راضي عنه يعني بغض النظر عنه هو بيتعامل ازاي ومين وكذا صح يعني مش فرق معاك مين اللي جمر بسمهم إذا عمل كله شاكل وكذا بيأفرق طبعا معايا بس في الآخر المهم العمل زي ما أنت بتقول يعني هو ده الأهم حاجة إنه فعلا في رؤية حقيقية فنية والله إحنا جايين نعمل كده وخلاص طبعا فكرة الإخراج لسه من تملكها طبعا والله إيهو بس يعني في كتابة الفيلم التاني كنت فكرة أنا كنت فاكر الموضوع هيبقى أسهل يعني كنت فاكر إن أنا في خلال سنتين هقدر أكتب الفيلم التاني فاتضح إنه لأ طبعا كمان في ظل كل الاستثمار ده اللي بيحصل في الكريل التمزيل والمجهود ده فلاق الموضوع يعني اتضح طبعا إنه أصعب مما زمانتي يعني خصويا إن الفيلم الأولين فعلا كان نخد وقت كتير في الكتابة فده ما كانش معي أن الفيلم التاني هيبقى أسهل خلص طب الفيلم التاني هيبقى بنفس الغرابة؟ ماذا نقول؟ أكيد يعني طبعا تجمع للغرابة وأعلم هو يوى تقويس إن أنت بتسميه جنوح يعني أشكرك بس هو بسيد هي عالم هو عالم بصري وسامعي وشوحنة سينمائية نبع من تجربتي السينمائية برضو الأدبية فهي ده شكلها فبس أتمنى إنه الفيلم الجاي تبقى مركزة أكتر وواضحة أكتر وتبقى كمان مصير أكتر ما هتركز إنه يكون مشارك في معرجوان القاهرة أو أي معرجوان دولية برضو؟ أكتبه بس الأول بس ماذا نشوف الحماس الإنتاجي هيبقى أنت لا تنتك ولا هيبقى فيه شركات ممكن تتحمس المضاقة؟ هو يعني هو يعني شغلي كمنتج من شركتنا الصغيرة يعني جراج لأحد هناك واثنين طلعت حرب وفيه طموحات تانية المشاريع مجدي أحمد علي وأخرين وبالنسبة للكتابة والإخراج فبرضو أنا مفيش قرار يعني بس هو في النهاية إنه ده من الأعمال الفنية بتختار طريقة إنتاجها مش أنت اللي بتفرض عليها كممم هل يكون عمدك دي بقى فتحة لجانا إن شاء الله؟ والله إحنا لسه في مرحلة القراءة وتمنى إنه يبقى فيه حاجة كويسة في الغالب في السيزن يعني إن شاء الله ما ظنش يبقى فيه حاجة قبل كبه ما ظنش بقى في السيزن خالص؟ ما ظنش بقى مش عارف إلا لو فيه حاجة سريعة حصلت بالصدفة بس لحد دلوقتي إحنا في مرحلة هنشوف إلا هي حصل في السيزن يعني إن شاء الله مع مين خاليف؟ أتمنى لو فعلاً حاجة اتحسمت أولا كأن يعني تلميه حكي على النقد لا ما فيش حاجة والله إحنا يعني أنا في مرحلة القراءة فاااااااا 및 كذا حاجة آآ يعني في كذا حاجة أتمنى إنه يعني اللي فيه الخير يقدمه ربنا إن شاء الله حبيباً شكرا جداً شكرا جداً جداً اشتركوا في القناة